مشاهدي شوف تابه في هاد البت المباشر مباشرة من مدينة وجدة بارك اللي عليكم في هاد اجواء صباحية الشتوية بامتياز كيما كتلاحظوا امطار الخير بالمدينة صراحة عنده بدوجر اجواء زيوية بحال هكا اه في هاد الصباح الجميل كنحييكم وكنقول لكم جمعة مباركة ان شاء الله اه اه دخل عليكم ان شاء الله يعني باصحة والعافية والرزق طبيعة الحال اذا اخوتي قوتاتي بغينا نتكلمو فهذا الصباح فهذا الصباح هي على واحد طاهرة يمكن شوفها في مواقع التغاصل الاجتماعي اللي ولت واحد طاهرة اللي كبيرة بزاك الظاهرة اه الظاهرة ديال تشهير مواقع التواصل الاجتماعي او اه بقالية اخرى بدل المعنى يعني لاحظنا اخوتي يعني قاني بجموعة انت على الناس اللي استعملوا هالقضية هدي يعني كما كتعرفوه بكري مكالي فيسبوك الانستغرام لا تشي حاجة يعني اللي غدي يمكن تشارك كاني وقعت شارغي يعني كلاميا قبل الهضراء اليوم اللاو قبل الهو كيجي هاكا ابناني ما وقعت تواصل الاجتماعي كيجي كيحت عليك الباطل كي السلام عليكم يعني ما عنده حتى تأدنى مشكل مذل معنى هذا يعني جمع عادي الامور يعني بزاك عن الناس اللي ضمروا عائلات كالي حتى كل قد صورتوا في شي موقع كالي انا عندكم هنا مثلا واحد واحد اه واحد الامتيلة هذا واحد المثل اللي خطير جدا يعني مصميم العبارة مثل اللي خطير تخينوا انتوما كانوا جمع ديال الفتاياات البنات دارو اه دارو بهادك المعنى ديال انجروب ديال ديال فيسبوك تخيل انتو ما الفكرة الخطيرة اللي جات لهم على البال هذك القروب دارو غير بياتاكي ودرارين بمعنى بمعنى انه اللي عندها مثلا شي علاقة معه شي واحد وبغيت تعرف هل عليهم معلومات ولا شي وحده بغيت تعرف معلومات على على شي واحد هنا يا ولد المدينة هات شي وقع فوش دا كيجي وكيحطو اسمية ديالو وفاش خدمو الصورة ديالو وكينزلو تعاليق وانيقول لكم مهم جموع عديل التهامات كالي قد يقولون ما انا نقدر مع هاذا علاقة انا هذي وكاشي واحده تمام المدين بساكين غي خلطوها هكا غير كاذو عابا وحده حتى تصوير انتعوا واحد مزوج ولا شي حاجة بحال هكا ونزلو واشتق هذك المزوج متلا خاء غالط مع اشي وحده ولا متلا دار علاقة مع اشي وحده ولا هذي سقط المرة ديالو تهية كانت تسمى في هذيك القروب سقط وقعت الروينة يعني تشهر انتعوا في المدينة يعني هذيك السيدة السيدة اللي ارمت هذيك الافوت يعني شهرت بها وحده وهذيك الناس اللي اعطوها هذيك المعلومات كل صحيحة وكل خاطئات هوا ما داروا له تشهر يعني هوا ما حتمو اصره بهذا المعنى هذا كذلك عاو تاني كان مجموعة متاع الناس بسعه وتاني اللي اللي بهدف اللي استيرزاق بهذا المعنى والابتزاز يعني الاستيرزاق وكما نقوله احنا يا ولا اقول لنا احنا الناس ما كيف ارقوش بين ما هو صحفي محض بهذا المعنى هذا وما هو يعني اه مدوين يعني مدوين 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 احنا يقع في فيسبوك بجموعة تانس لي مدوينين كتبوا اخبار كتبوا مقالات كتبوا كده يعني هذا تشدوين ولكن كل ما هو صحفي يعني له الحق ان ينشر يعني الاخبار يعني بحدافي رهاب هذا المعنى اللي كانت تلائل وهذه خصوصا الشخصية العمومية يعني هناك قانون ديال الصحافة واضح واحد الانسان اللي ما كي مارش مثلا الصحافة فهل المعنى يعني منحقك انك تشكي به وتصفطوا للحفز بهال المعنى هذا باش يتربى خصوصا الناس اللي كي شي هكا هنشتهم مثلا احنا مثلا اعطيكم كي شي واحد كي بقى اطاكي واحد المسؤول في فيسبوك ديالو فلان كده هذي را كانت هذي اللي ما بقتش الناس فاقت الناس كانت كانوا كيتطروا هاد الناس اللي كيتكتب عليهم كي حالا كي حالا كانوا كيتطروا هاد الناس كيتطروا هاد الناس اللي كيتكتب عليهم كي حطو مبالي غمالية باهضة يعني ولا اليوم هذيك الوقتها كنغلي عندو شوية زعامة يأطاكي يبدي أطاكي شي واحد كيعيق عليه الاخر كي يسفت له شي حد كي يقول له شحال غادي نعطكي بس حالي نادك شي يا صاحبي وهادي وكي يدي ورا الناس دارت ديور ودارت موبيلات ودارت رابعة الاخوان هنا يرى يقدروا يقولوا لي عندك الصح بحفظ القاضية انا كي ما اقولك دائما كان نحاول انه كان هذي رابعة المواضيع اللي مشي غي شوية بيتعمق السطحية بهذا المعنى هذا اذا يعني كانوا يجوا هاد لقاطات مني يخرج قانون الصحفة وقانون جريم هاد تشهير الالكتروني وهدي عاد الناس شوية رفضوا ولكن رغم ذلك هباخي يعني اليوم لو ما كيخرجوش برواندهم بهذا المعنى هذا هذي شحال كان يخرج برواندو اليوم ارجعو اذا كان مسؤول متلاً قد تضعي على مؤسسة والمسؤول للها هو كان مسؤول شلو دار مش يتقطع كيف حياته الشخصية في ابني اني هاك هدا هو يعني هدا هو النقد هدا كما نقول نحن يا وليك بش تقدير تشهير الناس انك هدري لاتشهير معطاية شخصيان تع الناس واصرات تع الناس وهادي وصورتها حميمياً تع ناس وهدي وكانت فهمني ما كانتش أنا على تعبير عبر مع راساتك ولا كان مدوين وانتبارك الله عليهم اللي كيدلوا يعبروا هدي ما كانش اللي كاهدر معهم وكان رفتاخروا بهم أصدقاء دي أنا وكان للي كيشدوا شوهو سمعت عن الناس ما دل معناه هذا إذن صراحة تلفتني يا صديقي كنت نظر في موضوع إذن كما قلت لكم إحنا يا يعني آآ يعني قلت لهم كان واحد القانون اللي كيمنع هاتشي هذا ديال يعني إنسان أنه يلقاغي يخلطوا ويدربوا ويجرح بهذا المعناه هذا ما ديش حال بتلكم أنا أنه كانوا آآ كنت نظر لكم عن الحسابات المزوارة لي فو كونت وكتلكم ما كتعرفوا هذه القضية كانت علي فو كونت آآ كما نقولوا إحنا يا ثم عارفين شنو كاين يعني را را كل شي عارفة للقضية أي واحد فينا يقدر تأطاكب فو كونت ومعناه هذا يعني آآ كاين بزافت عن الناس اللي اليوم اللي عارفين بلي إلا شدهم إلا شدتهم كما نقول إحنا يا إلا مول مول تدوين ها ولا شي حاجة ولا هادي اللي تدونات عليه را غل يجيبهم شي كاية طبيعي حاسفت عشنو كنو رجعو كيديرو كيديرو صفاحات مشهولة كيخلط كيعمر هادي كصفحة بلي زامي يعمر 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 إما دي يديرها بانت ولا هادي بلي زامي بزاف ام فيتي ام فيتي وصل لها ربعالاف خمسالاف ثلثالاف ألور ويبدك وهاد النس هادو اللي كيدروا هاد الصفحات المجهولة خاد ناس خطيرين يعني دراني حتياطات ديالهم يعني تيريفون مشي تيريفون مخدم فيه فيسبوك دياله ومشي هو حاجة يعني دير واحد لاليات اخرى اللي كيشتغل فيها يعني االيات اخرى كما كان قولو احنا هي اللي كيشتغل بها مش انه يدير هاك العملية للتسعير يعني انسان الاحسن كما نقول احنا هي مشي يشكي مشي طلوكال يزاوج بدنينا والحمد لله عندنا 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 يعني اه اجهزة متطورة مجموعة على الامور متطورة ويراني كتخلي انه السلطة العلمية والتقنية والسلطة الالكترونية انه تجبد اي واحد كيفما كان اذا اخوتي 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 اه 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 تبنى انه تكونوا استفدتو في هدى الدداشة الصباحية اه لانا لقاء اخر ان شاء الله تبنى وتلساوش دائما بارتاش بارتاش اه دائما كانت تقبلوا اه النقد ديالكم وكانت دائما اه مزيد 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 متوفق للجميع ان شاء الله دمتم في رعاية الله وجمعة مباركة ترجمة نانسي قنقر